مسلسل جديد من عالم مارفل السلمائي بعنوان What If يا ترى ايه حكايته أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من الفيلم تيفي نهاردة هنتكلم عن What If أحدث مسلسلات مارفل في ديزني بلس المسلسلات التي تقدمها لنا مارفل في طابع وقالب جديد ومختلف بتحاول من خلاله إن هي تقربنا من هذا العالم الكبير جدا في المرحلة الرابعة تحديدا نقدر نعتبر إن المسلسل ده خارج الإطار والتسلسل الطبيعي للأحداث والمسلسلات والأفلام المرتبطة بالفيز الرابعة من مارفل لكن في نفس الوقت الحلقة الأولى كانت حلقة مبهرة جدا وبتشاور على نقطة مهمة جدا ومقايم عليها هذه المرحلة وهو فكرة تعدد الأكوان والأزمان وطبعا الفكرة ديت اللي هي فكرة المالتيفيرس إحنا قلنا قبل كده خاصة في مسلسل لوكي وكمان في الحلقات اللي تكلمنا فيها قبل كده عن المالتيفيرس ومنين جات الأكوان المتعددة الفيديو ده هسيبكم رابط بتاعه فوق هنا في البايو بس مش هحطه تحت هحطه فوق بس رخامة المهم المسلسل ده زي ما قلنا هو خارج الإطار لكن في نفس الوقت البداية بتاعته كانت بتشاور وبتقول لنا الشكل بتاعنا المراضي عامل إزاي وطبعا إحنا حكينا ده يعني لسه من شوية ومشايد الكلام تاني خلاص إحنا دلوقتي قدام مسلسل مختلف مختلف ليه؟ لأن هو بعنوان What If هو سلسلة من الكوميكس اللي موجودة واللي بتقول إن مثلا مثلا إن ستيف ريجلس اللي هو كابتن أمريكا هو ما بقاش كابتن أمريكا حصلت مشكلة ما وما خدش المصل ما بقاش جندي قوي جدا لأ ده اللي خدت هذا المصل هي كارتر حبيبته فالإطار بتاع هذا المسلسل قايم على الفكرة دي ماذا لو فلان الفلاني بقى كذا أو ماذا لو حصل كذا وبنشوف أفكار مختلفة ومش موجودة في الحاجات اللي إحنا شفناها قردي في المراحل اللي فاتت من عالم مارفل السينمائي إحنا في المسلسل ده كل حلقة بتكلم عن حدث معين مختلف إحنا ما شفناهوش قبل كده وطبعا بداية المسلسل كانت بتتكلم عن شخص اسمه الواتشر أو المراقب هذا الشخص هو راجل كيان كوني هو بيرعي بالأحداث كلها وما بيتكلمش وما بيتدخلش في أي حاجة وده اللي تفصيلة هنجيله كمان شوية مش هنتكلم فيها دلوقتي المهم إن الحلقة دي كانت بتتكلم فعلا عن كابتن أمريكا كابتن أمريكا معرفش ياخد المصل لكن كارتر قدرت تاخد المصل وبقت هي كابتن بريطانيا أو بمعنى آخر بقى اسمها كابتن كارتر هذه الشخصية طبعا إحنا بنتكلم في فترة من فترات الحرب العالمية وكان وجود النساء في الحروب ما كانش موجود وفكرة إن فيه ست موجودة في الحرب كانت فكرة غير مقبولة جدا الست ما كانها في البيت أو في التمريد أو بترعى أطفالها لما جوزها يرجع من الحرب لكن هنا كارتر بتكسر الموضوع ده وبنشوفها وهي جندية عندها قوة خارقة بتنقذ العالم كله من الضمار بسبب الراجل أبو دماغ حمرة وكمان فكرة هيدرا طبعا أكيد لكن طبعا الأحداث متشابهة نوعا ما بالأحداث اللي حصلت في كابتن أمريكا مع اختلافات بسيطة جدا ترتبط بالإيجنت أو الكابتن كارتر ده بنشوف بعد كده إزاي كارتر بقت يعني عدة السبعين سنة إحنا شوفنا كابتن أمريكا دخل في الجليد وفي دل متجمد لكن هنا كابتن كارتر حصل لها حاجة تانية مش هقولها لازم تتفرجوا أنتوا عليها علشان فيه كائن كده تظهر في نهاية الحلقة والكائن ده أكيد ليه تفسير فأنا حابب بعرف رأيكم مين هو الكائن ده ويريد تقولوا لي ده في الكومنتات لو هنيجي نتكلم عن الرسوم لأن إحنا دلوقتي قدام كارتون فأكيد الرسوم كانت متقنة جدا هي قريبة شوية من شبه الناس الحقيقيين الشخصيات أو الممثلين الحقيقيين وأنا مكنش يعني ما كنتش حايبي طبعا يبقى فيه شبه 100% لأن في الأول في الآخر ده كارتون وأنا مش عايز أشوف الشخصيات حقيقية قوي يعني أنا عايز أشوف كارتون في الآخر طبعا ده اتحقق بشكل كويس أو فكرة الانفجارات بقى والحركات والأكشن اللي بيحصل كان حلو جدا كان عجبني الكارتون هو 2D طبعا مش 3D لكن فيه تطشاط كده ظريفة وانعكاسات ضوئية حلوة جدا بتديلك الموديل بتاع الشخصية نفسها بشكل حلو يعني كارتون مش 2D لا هو 2D يعني 3D عامل فيها 2D أو 2D عامل فيها 3D خلاص لكن في كل الأحوال هو كويس هو مستوى أو لفل أعلى من اللي فات قبل كده وأعلى كمان من الكارتون بتاع DC أكيد أكيد طبعا أكيد أكيد أنا قررتها مرتين يبقى ده يعني زيادة تأكيد وتوكيد طيب حلو جدا المهم الألوان كانت زهية وزريفة وجميلة جدا طبعا أكيد الحاجات اللي زيادات ما ينفعش نتفرج عليها بليو كواليتي لازم نتفرج عليها بأعلى كواليتي علشان نستمتع برؤية بصرية جميلة وممتعة بعد كده احنا بنشوف طبعا المزيكة كانت لايقة كويس جدا الشطات والتنقل ما بين المشاهد كانت حلوة احنا كنا بنشوف زي سكيتشات بمعنى واضح سكيتشات عاملة أو قريبة نوعا ما من الكوميكس سكيتشات بتتلقل من بعضها لبعضها وفي عندنا صوت راوي كده والراوي ده هو المراقب اللي بدأ معانا في بداية الحلقة ده هنتكلم عليه كمان شوية برضو خليكم معايا ده حكت عليكم وأنا هتكلم في المراقب دلوقتي خلاص المراقب اللي ظهر في بداية الحلقة ديت أنا مش عارف هيكون متكمل معانا ولا لا لكن ظهور هذه الشخصية ليها دلالة والدلالة بتاعتها هو انه مراقب والمراقب هو مش فرد واحد هما مجموعة من المراقبين الناس دول عبارة عن كينات موجودة في عالم مارفل ودي كينات كونية كل مراقب منه بيراقب الأكوان اللي موجودة والأحداث اللي بتحصل لكن ممنوع عليه انه يتدخل فيها أو يغيرها أو يحدث أي خلل فيها وده يعود إلى كارثة قديمة هما تسببوا فيها لها علاقة بالطاقة النووية في أحد المراقبين كان تدخل وعمل حاجة لها علاقة بالطاقة النووية وتسبب في كارثة لها علاقة بالكون اللي هو تدخل فيها ومن اللحظة ديت قرر كل المراقبين انه هما يرقبوا بس ويشوفوا الموضع بيماشي ازاي من غير أي تدخل منهم لكن في نفس الوقت المراقبين دول عندهم قوة كبيرة جدا وهي قوة التحكم في الزمن والمكان وعندهم قدرة على التحكم في الجزيئات وعندهم قدرات عقلية يقدروا من خلالها ان هما يتحكموا في الأشياء لكن المهم المراقبون دول دول عندهم قدرات قوية جدا لكن هما خدوا عهد على نفسهم ان هما ما يدخلوش في أي حاجة ويرقبوا من بعيد والراجل حتى بكل امانة يعني هو كان صادق معنا في بداية الحلقة وهو قال قال بكل وضوح ان الكون اللي احنا نعرفه اللي حصل فيه كابتن امريكا وكادل بالكوة بتاعته وشوفنا البطولات والانجازات بتاعته كان فيه كون تاني خد منحنى اخر وكان فيه نهاية مأساوية نوعا ما لكابتن امريكا من الحاجات برضو اللي كان فيها تغيرات وهو بقي بقي المفروض انه هو حصلته حدثة ودراعه طار فيها لكن في هذه الحلقة بقي بقى سليم ودراعه ما طارش ولا حاجة حتى هو ايه اشار للموضوع ده بشكل ايه سريع كده عشان ننبه الناس ان المفروض يحصل له هنا حاجة لكن ما حصلت لهش بشكل عام وطقف من المسلسلات المسلية الممتعة اللي ممكن ما يكونش لها مراجعة بشكل دائم ومستمر لكن الاحداث بتاعت كل حلقة هي اللي هتفرض علينا ان احنا نعمل حلقات لهذا المسلسل خاصة ان هي مرتبطة اول حاجة بالكوميكس ثانيا مرتبطة ممكن او ببقى فيه تلمحات كده من بقيد لبقيد مارفل بتحاول ايه يعني تلعب معنا الدنيئة فيكون لها تلمحات على احداث ممكن تحصل او نشوفها في الفيز الرابعة المهم الحلقة ديت انطباع الاول لها عجبتني جدا اقدر ادلها تسعة من عشرة الحلقة بتوحي او مش بتوحي ايه الحلقة بتدل على ان المسلسل بقيت حلقاته هتكون حلقات قوية وجميلة ومسلية طبعا تاني ثم تقريبا ستة حلقات واكيد هنبقى متحمسين للحلقة بتاعت دكتور سترانج اكيد طبعا لان دي من الحلقات اللي هتكون ممتعة وظريفة ومسلية للمرة التالتة الكلمة دي ملازماني النهاردة مش مشكلة يا رب تكون الحلقة مسلية ليكم يا رب تكون مسلية فعلا ليكم اتمنى اعرف رأيكم في الكوميكس اتمنى اعرف رأيكم في الكوميكس اتمنى اعرف رأيكم في الكومينتس ايه رأيكم في الحلقة اللي اتفرجتوا عليها وايه تقييمكم ليها يا رب تكون الحلقة عجبتكم مرة تانية ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب وتعالى الجرس عشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم المسلية مصطفى مازل اشتركوا في القناة